يا غريبان يطلب العلم الصبير إنه مبذي العلم من قبل غريب فكأني بذوي العلم غدار المسلمون ينتصرون بأمرين الأمر الأول التعلق بالله والالتجاه إلى الله الأمر الثاني إعداد ما يستطيعون من الأمور المادية ولو عصى فإذا قام المسلمون بالركنين الله ينصرهم لا محال لأنه قال إن تنصروا الله ينصركم ومثال ذلك غزوة الخندق غزوة الأحزام التي جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما وقاموا قبل ذلك بالركن المادي وهو حفر الخندق إذن ما يستطيع المسلمون يوم الخندق عملوه إذن الباقي يأتي به ربهم الكريم القادر الرحمن فأنزل الله عليهم الملائكة والرياح فإذا نصبوا قدرا نسفتها الرياح نصبوا خيمة نسفتها الرياح وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وجاءت الرياح وأصبحت تأخذ الحصاء وتضربهم به حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار فإني ذهب وامتنى الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترم إذن الذي ينصر بالرياح وبالملائكة ينبغي أن يسير العبد على ما طلب منه وكل مشكلة تأتي للمسلمين وراءها معصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر